هل بات القرار 1701 مهدداً اليوم في لبنان؟ هذا القرار الذي جاء في أعقاب 33 يوماً من الحرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل والتي انتهت بقرار دولياً ينص على نشر قوة أممية بمساعدة الجيش اللبناني لمراقبة وقف القتال جنوب لبنان القرار الذي يحمل الرقم 1701 نص أيضاً على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني أن تكون هذه المنطقة خالية من الأسلحة معدى الجيش اللبناني وقوات اليونيفل لكن على مدار 17 عاماً الماضية خرقت إسرائيل مراراً القرار بانتهاكها للأجواء اللبنانية ومثلها فعل حزب الله عندما لم يسحب سلاحه من منطقة جنوب الليطاني وغالباً ما شهدت هذه المنطقة بعض المناوشات أو إطلاق قذائف من عناصر تابعة للحزب أو من الفصائل التي يغطيها الحزب ومع انخيرات حزب الله وفصائل أخرى في معارك وتبادل قصف مع إسرائيل آخرها ما يحصل اليوم في الجنوب أثيرت تساؤلات عن مصير القرار 1701 وعما إذا ما زال نافذاً في نظر قبراء القانون ما زال القرار 1701 نافذاً ولا لزومة لاستصدار قرار جديد على اعتبار أن القرار كان نتيجة لتوافق محلي إقليمي ودولي فهل فشل القرار عملياً؟ هنا يرى قانونيون أن الفشل قد يكون سياسياً ولا يعود للقرار بمضمونه وآليته وإنما لعدم التزام الأطراف به أما في حال صدور أي قرار جديد عن مجلس الأمن فليس من المستبعد وفق تقديرات قانونيين أن يعيد القرار الجديد التأكيد على القرار 1701 وفي اعتقادهم أن القرار 1701 لم يسقط ولم يعلق وهو نافذ ناصح إن لبنان بتطبيقه لتجنب حرب جديدة مع إسرائيل أما في الحسابات العسكرية فإن القرار 1701 سقط قلياً وعاد بلبنان لمرحلة ما قبل 1701 وبات دور جيش لبنان شبيهاً بدور الصليب الأحمر في الجنوب اللبناني بحسب ما تنقل صحيفة الشرق الأوسط عن خبراء اللبنانيين ورأى خبراء عسكريون لصحيفة الشرق الأوسط أن القرار لا يمكن أن يطبق إلا بالقوة من جانب اليونيفل والجيش اللبناني رابطين ذلك أيضاً بنتائج حرب غزة ومدى انخراط حزب الله في هذه الحرب اشتركوا في القناة